أما في الفقرة التالية فيقول جلالة الملك أننا لن نترك دورنا التنويري لن نترك دورنا التنويري أي كلمة التنويري جاءت من النور من كلمة النور أي الشيء الذي يشرق في الفكر الواعي للشباب أي يعني به الهداية إلى الحقيقة الهداية إلى الحقيقة وتزويد الشباب ودعمهم بالأدوات التي تساعدهم حتى يحصلوا على جميع طموحاتهم التي يسعون إليها إذن في هذه الفقرة فكرة رئيسية وهي أن الأردن يعين الشباب ويقويهم للقيام بتلك المسؤوليات والوصول للوصول إلى طموحاتهم أما في الفقرة التي تليها فهي في هذه الفقرة يخاطب جلالة الملك الشباب ويصفهم بأنهم قوة هذا المجتمع وحاضره وأنهم هم الذين سيتركون بصمة بصمة أي أثر أثر في هذا المجتمع في حركة المجتمع لذلك يرى جلالته أن يعطي الشباب حق التعبير عن الرأي ليصنع شباب مهتم بالتطورات التي تدور من حوله وليحصل على شباب واع لخطوة التحديات الإقليمية التي تحيط به كما أنه يريد أن يكون للشباب أو يكون لديه خلفية اقتصادية واعية يعالم بما يدور من حوله من أمور اقتصادية ويكون شبابنا دائما مبادر لأن يعمل ويبذل قصارى جهده في العطاء والإنجاز والفكرة الرئيسية في هذه الفقرة هي عدم تخلي الشباب عن مسؤولياتهم تجاه الوطن